مرحبا بكم جميعا سنبدأ هذه الجلسة مع عددنا من الأسئلة وأيضا بعض الملاحظات التي قيلت في الجلسات السابقة فنحن الآن في منتصف الطريق إلى جدوى الأعمال عام 2030 الذي تمت المنفق عليه في عام 2015 وعلينا أن نقف على التطور الذي حدث في تحقيق أهداف التنمية المستدامة السابعة عشر وإذا ما دققنا سنجد أننا لسنا على الطريق الصحيح فبعض الموضوعات التي نناقشها تتعلق بكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي من أجل التسريع بتحقيق أهداف جدوى الأعمال التنمية العام 2030 وإذا كان الذكاء الاصطناعي يمكن أن يخدم في هذا المجال وإذا كان هذا هو الحال ما هو الدور الذي يمكن أن تؤديه الأمم المتحدة لمنعه من أن يصبح أداة للاستبداد الرقمي فنحن الآن في هذا الإطار لدينا نظام توليدي للذكاء الاصطناعي يشكل أفكار البشر ويغير من مناظرنا فإن الذكاء الاصطناعي له الآن إمكانية أن يعمل بصورة مستقلة وهناك فيلسوف إيطالي من جامعة أكسفورد يقول أننا الآن في الثورة الرابعة للبشرية فنحن الآن في مرحلة حيث لا يقع الإنسان في مركز القلب مما يحدث ولكن العلاقات هي التي تقع في موقع القلب إن العلاقات ما بين الإنسان وما بين الكائنات الأخرى والأنواع الأخرى وكل ما هو مترابط في هذا العالم الذي أطلق عليه اسم إنفوسفير أو عالم المعلومات فأنا إذن سأقوم بتيسير هذه الجلسة اسمي باربرا كارفانيا وأنا صحفية ومقدمة برامج في تليفزيون الراي وأنا في هذا الأسبوع التقيت بعدد من الأطراف الفاعلة في القطعين العام والخاص وهذا أعطاني بعض الأفكار بشأن بناء ذكاء إصطناعي مشخصاً أي شخصية لكل شخص مننا وإن الشخص الذي تحددت معه كان اسمها ماري هوفمن وهذه المرأة قالت لي أنها ستقوم ببناء شركة أو تأسيس شركة تقوم بعمل هذا الذكاء الإصطناعي الشخصي وتحددت مع شخص آخر عمل في قطاعات مختلفة اسمه ليون بانيتا ومن جانبه قال أو اعترف أن الذكاء الإصطناعي يمكن أن يخرج عن سيطرة الحكومات إذن نحن الآن في لحظة حيث أن النقاش ما بين القطعين العام والخاص ليس ضرورياً فحسب ولكن لا غنى عنه وما قيل لنا في العقود الأولى للتكنولوجيا كصحفيين قيل لنا أن كل تكنولوجيا حيادية يمكن أن تستخدم للخير أو للشر هذا ليس صحيحاً وبحسب هذا الفيلسوف روشانو فلوريدي فنحن وصلنا إلى هذه المرحلة حيث يجب أن نتجه في اتجاه الخير ويجب أن نصمم البرامج على هذا المنوال وهذه المجموعة من المتحدثين ينظرون في القمة العالمية لمجتمع المعلومات كان منصة محورية لتعزيز التعاون وأنا سأقدم لكم المتحدثين لكي نتناقش معهم في هذا الموضوع معنا السيدة دورين بوغدان مارتن الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات السيد يومو راي وهو أستاذ كبير في جامعة كيو السيدة تريبتي سينا وهي رئيسة مجلس إدارة آيكان السير جون وينينجديل وزير البيانات والبنية التحتية الرقمية بالمملكة المتحدة السيدة ماريا فرناندا جارزا الرئيس التنفيذي لشركة أورستيا ورئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية السيد سيكبورن جيلز فيك وزير الحكم المحلي والتنمية الإقليمية في النرويج والسيدة شاد جارسيا راميليو مديرة تنفيذية لرابطات بروغراسيف فإذن بروغراسيف كوميونيكيشنز مرحبا بكم ودعونا نجيب عن السؤال الأول ما هي النجاحات الرئيسية في العقدين الماضيين وكيف ساهمت الطبيعة متعددة الأطراف في ذلك شكرا باربرا ومرحبا بكم جميعا أنا سعيدة برؤية كل هؤلاء الأصدقاء هنا في هذه القاعة أنا أريد أن أسأل كم منكم كان في القمة العالمية لمجتمع المعلومات في عام 2003 وكم منكم في 2005 حضر هذه القمة أنا أيضا حضرت بالنسبة للنجاحات الرئيسية لقمة ويسس القمة العالمية لمجتمع المعلومات فإن أكبر نجاحات كان الالتزام من قبل من حضر وأعتقد أنه بطرق كثيرة فإن ويسس كانت قبل سابقة لأوانيها فقد قامت بإعداد إطار شامل لازالت له قيمة اليوم ولازال له صلة بعالمنا اليوم وطبعا إن هذه القمة قمة ويسس كانت عملية تشاورية تشمل الجميع في عام 2003 و2005 شملت الحكومات والمجتمع المدني والأكاديميين ومؤسسات الأمم المتحدة وجميع الأطراف القطاع الخاص فعلينا أن لا ننسى ذلك وإن هذه العملية لازالت قوية وطبعا هذا أمر لا يجب أن نغفله وبالنسبة لروح المجتمع هذه فإن النجاحات التي شهدناها في إطار هذه القمة أنه كان هناك الكثير من التبادل على المستوى القاعدي وهذا قد أتى ثماره شكرا جزيلا السيد يوموراي ما هو رأيك إن هناك عقدان من الزمان قد مر منذ بداية القمة العالمية وإذا نظرنا إلى هذه الأعوام مثلا في عام 2004 فإن 6% فقط من البشر كان لديهم إمكانية النفاذ إلى الإنترنت ولكن الآن النسبة زادت إلى 60 أو 70% فمن 6% إلى 70% هذه قفزة كبيرة وطبعا سرعة كبيرة في النفاذ فإذا الوصول إلى البيانات الرقمية إلى استخدام الحواسيب لقد تم الكثير من أجل إتاحة هذه الأدوات للجميع وطبعا هذا نجاح كبير فبدون منتدى مفتوح مثل هذا المنتدى منتدى حوكمت الإنترنت فلم نكن لنصل إلى مثل هذه الإنجازات والسؤال التالي يتعلق بكيفية عمل مختلف الأطراف من 6% إلى 70% وأيضا المساحة التي تغطيها مثل هذه المشاركة فإننا إذا نطورنا الإنترنت بحيث يصبح ملكية للجميع وليس ملكية لمجموعة بعينها وطبعا إن المشاركين يتزايدون وهذا يزيد أيضا من التنوع من التنوع الذين يقومون باستخدام الإنترنت وقد تم تحقيق الكثير في هذا المجال فإذا هذا النوعان من أنواع النجاح بالنسبة للقمة العالمية شكرا سيدة تريبتي شكرا على دعوتي ويسعدني الإجابة عن هذا السؤال بالنسبة لما حدث منذ عام 2003 أعتقد أن العقدين الماضيين يشهدان على ذلك انظروا إلى التحول الكبير الذي أثر على العالم بأسره النفاذ إلى الإنترنت هناك 5 مليار شخص يستخدمون الإنترنت اليوم على مليارات من الأجهزة هذا أمر حدث في العشرين عاما الماضية فقط بالنسبة لتكنولوجيات المستخدمين والمستهلكين الهواتف الذكية الذكاء الاصطناعي كل هذا حدث لأن المجتمع مختلف الأطراف متعدد الأطراف قام بفتح هذا المجال وخلق معايير مفتوحة للجميع وإمكانية استخدام البرامج على أجهزة مختلفة فكل هذا حدث في إطار القمة العالمية لمجتمع المعلومات شكراً لسيد ويتنجديل شكراً على دعوتي أولاً للانضمام إليكم إنه أمر يشعرني بالاطمئنان ما قاله المتحدثون من قبله إننا شهدنا تغيرات غير عادية في العشرين عاماً الماضية إن السرعة التي كان بإمكاننا أن نستخدمها بها الإنترنت في الماضي لا يمكن بأي حالة من الأحوال أن تشابه ما وصلنا إليه اليوم إن هناك الآن أجيال نشأت في عصر الإنترنت لم يعرفوا الحياة بدون الإنترنت وهذا يعني أن المبادئ التي قمنا بتأسيسها في القمة العالمية لمجتمع المعلومات الأولى في عام 2003 هي مساهمة كبرى وإننا كما قال الزملاء يمكننا الآن أن نستفيد من الخبرات التي قام باكتسابها المجتمع المدني وشركات الإنترنت وعدد كبير من المساهمين والمستخدمين مثل الحكومات كل هذا لعب دوراً هاماً في نشر الإنترنت وإذن علينا أن نقوم بالبناء على العمل الذي أنجز حتى هذه اللحظة لأنه ما من شك أن المبادئ التي أرسيناها في عام 2003 لا زالت ضرورية إذا كان لنا أن نطور الإنترنت بالطريقة التي نريدها شكراً جزيلاً شكراً على هذه الدعوة للمشاركة في هذا المنتدى يقول السيد جيلزفيك وأشكر الحكومة اليابانية على إصدافة هذا المنتدى الهام إحدى أوجه نجاح القمة العالمية كان تغيير الخطاب فكان من الضروري أن تكون هناك إرادة سياسية من أجل تأسيس مجتمع مترابط ومتشابك إلكترونياً إن هذا أمر ضروري من أجل تحقيق ما نصب إليه وإن الاستخدام الحاضن للجميع للتكنولوجيا المعلومات كان أيضاً من الأمور الهامة التي نتجت عن القمة العالمية فالقمة العالمية تمكنت من زيادة استخدام التكنولوجيا من أجل أن نقوم بتحقيق أهداف مثل مثلاً أهداف القمة العالمية وكان هناك التزام كبير من جانب الأطراف في هذه القمة وفي نفس الوقت فإن منظومة الأمم المتحدة قد استخدمت هذه القمة العالمية من أجل أن تخلق شبكة للتعاون ما بين البنمج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الدولي للاتصالات واليونسكو وجهات مختلفة في الأمم المتحدة شكراً جزيلاً سيدة شاد جارسيا راميلو شكراً جزيلاً ومرحباً بكم جميعاً أريد أن أصلت الضوء على أمرين أن القمة العالمية كانت الأساس للسياسات العالمية بالنسبة للمجتمع الرقمي الذي كان يطلق عليه اسم مجتمع المعلومات في ذلك الوقت وأنا أتفق مع خطة عمل جينيف التي يوجد بها عشر خطوات تتعلق بمقاربة منهجية من أجل إدراك التكنولوجيات الرقمية في مختلف مناحي الحياة وهذا قد خلق فرصاً كبيرة خاصة للمجتمع المدني أنا أذكر فترة 2003 و2004 كانت مرحلة مفعمة بالأمل بالنسبة للمجتمع المدني خاصة الإضافة التي قدمها مجتمع المعلومات لعمالينا أيضاً كان هناك الكثير من المشاركة لمجموعات مختلفة والمنظمات الحقوقية من مناطق مختلفة وأيضاً من المجتمعات الريفية التي تمكنت من النفاذ إلى مثل هذه المعلومات بفضل العمل القائم وإن مبادئ المشاركة التي أرستها القمة العالمية والممارسات الخاصة بها قد ساهمت مساهمات كبيرة وهي لا زالت ذات صلة اليوم ولكني أريد أن أذكر أمراً أن هذه المبادئ لا تطبق بصورة متساوية في مختلف أنحاء العالم وهذا أمر يجب أن نركز عليه أن هناك فروق فعلينا أن نحسن من ذلك وعلينا أن نذكر أن ديناميكيات القوة والنفوذ موجودة وأيضاً هناك تضارف المصالح فإذن علينا أن نعمل على بناء التوافق ولكننا تعلمنا الكثير من المنتدى ومن القمة العالمية تعلمنا أن إشراك الجميع واحتضان الجميع أمر ضروري على مختلف المستويات وهذا هو الدرس الذي تعلمناه والنجاح الذي استفدناه وهو ما يجب أن نستفيد منه في العامين المقبلين شكراً السؤال هو ماذا كانت التحديات الرئيسية التي واجهت عملية القمة العالمية لمجتمع المعلومات ما هي الخطط التي سنبغي وضعها لمعالجة هذه التحديات قبل الحدث الرئيسي للقمة العالمية لمجتمع المعلومات زائد عشرين ويسس زائد عشرين شكراً على هذا السؤال إحدى التحديات التي وجهناها هي عدم إمكانية فهم موطن المشكلة حتى نتمكن من التعامل معها فهناك عدد من التنظيمات والتشريعات حسنة النية التي يجري إعدادها في الوقت الحالي ولكنها تستهدف الطبقة الخاطئة من الإنترنت فإذن هناك بناء تحتية جيدة وهي الإنترنت وهناك طبقة أخرى وهي طبقة التطبيق وأعتقد أن هناك عدد من المشاكل في التطبيق فلذلك يجب أن نتعامل مع هذا الموضوع ولا نركز على الجانب التقني أيضاً بالنسبة لتسليط الضوء على الحوكمة فهذا أمر طبعاً ضروري علينا أن نضمن أن نموذج حوكمات الإنترنت يجب أن يظل متيناً وسليماً ولكن يجب أن لا ننسى أن عليه أن ينمو عليه أن يتطور مع التطورات والابتكارات القائمة طبعاً هناك حوار بشأن التعددية الأطراف وإذا كان هذا النموذج يحقق نجاعة أم لا إن هذا هو النموذج الوحيد الذي يحضر عدداً كبيراً من الأصوات والأطراف المعنية إلى طاولة الحوار فلدي شاغل أنه علينا أن ننظر إلى النجاح الذي حققناه على مدار العشرين عاماً الماضية ونرى كيف يمكن أن نستخدم ذلك لكي نحسن من استخدام الإنترنت السيدة ماريا فرناندا جارسا ما هو رأيكي بالنسبة للخطط التي يجب أن يتم التعامل معها في إطار ويسس زائد عشرين شكراً جزيلاً أنا أريد أن أقول أن غرفة التجارة العالمية التي أعمل بها هي مؤسسات تمثل خمسة وأربعين مليون شركة في أكثر من مئة وسبعين دولة وهي نقطة رئيسية تقدم معلومات لقمة العالمية لمجتمع المعلومات كان ذلك في 2003 و2005 ونحن نقدم المعلومات بنيابة عن مجتمع الشركات وفعلنا ذلك على مدار العشرين عاماً الماضية وإن هذا العمل الذي قدمناه قام بالتركيز على خلق إنترنت يمكن أن يستفيد منه الجميع كان ذلك في إطار خطة عمل جناف من ضمن أمور أخرى ونحن قمنا بتقاسم مسؤولية تشكيل مجتمع معلومات حاضن للجميع ويتم فيه التعاون عبر مجموعات مختلفة إن هناك 2.6 مليار من المستخدمين لا يمكنهم الوصول إلى الإنترنت وهذا لأسباب مختلفة إما بسبب التكلفة أو بسبب نقص الخدمات أو نقص المهارات أو عوائق تقافية إلى آخره وإن العالم حولنا قد تطور بصورة كبيرة منذ عام 2003 هناك تحديات جديدة من قبل أو تتعلق بالحوكمة وأيضاً هذا أمر تأثر بتطور التكنولوجيا المعلومات المبنية على الإنترنت أو حتى ذهبت إلى ما أبعد من الإنترنت نحن لازلنا لم نصل إلى العالمية في استخدام الإنترنت ونحن نحتاج إلى إعادة تعزيز هذا النموذج ويجب أن يكون هذا النموذج هو الأساس وليس الاستثناء شكراً الآن ننتقل إلى سيدة شات جارسيا راميلو شكراً أود أن أضيف شيئاً إلى قضية ست مليارات غير الموصولين أعتقد بأن هذا يسهم في تفاقم عدم المساواة الرقمية والذي يمكن عندما نتحدث عن النمو الاقتصادي هذا يعني تنمية فإذا كنا لم ننظر إلى الإطار فإنه يمكن أن ننظر إلى الأمور بطريقة ربما مبسطة مما لا شك فيه بأن هذه التفاوتات تؤدي إلى عدم المساواة وأيضاً تؤدي إلى تفاقم الأزمة البيئية وهو تحدي نرى بأن عدد أقل من الناس تديهم قدرة النفاذ الأنترنت بشكل فعال وهذا يؤثر على تنمية العديد من المجتمعات ولذلك فنحن علينا أن ننظر إلى تطور قمة العالمية لمجتمع المعلومات أخذينا بعين الاعتبار قضايا التنمية برأيي بأن هدف قمة العالمية لمجتمع المعلومات بوضع الإنسان في وسط أعماله أمر مهم جداً بعد مؤتمر تونس فإن الكمة طالبت بنفاذ الجميع إلى الإنترنت نعرف بأن الإنترنت هي مساحة دولية ويجب أن تكون في متناول الجميع دون أي تمييز وإنها من المشاعات العامة وفي قمة العالمية المجتمع المعلومات بعد عشرين عاماً يجب أن نعترف بأهمية الإنترنت وتكنولوجيات الرقمية بأنها من الحقوق المشتركة ويجب أن تكون قائمة على مبادئ حقوق الإنسان إن هذا الاعتراف يجب أن ندعمه بالآليات متتعلقة بالحكمة العامة النفاذ إلى المشاعات العامة وتمويل البنية التحتية الرقمية برأيي بأن هذا يجب أن يدعو الحكومات إلى النظر في الخيارات التي تؤدي إلى تعزيز كل ما يمكن أن يساعد الفرد في حالات الأزمات وتوفير الخدمات العامة لهم نحن بحاجة إلى التوصل إلى مجتمع مفتوح ومتساول شكراً الآن نعطي الكلمة لسيدة دورين بوغدان مارتن ونكرر ما هي التحديات الأساسية وما الذي يجب أن نواجهها شكراً عندما أنظر إلى الوراء أرى بأن هناك بعض التطورات غير المتوقعة الذي كان يمكن أن نتكهنها في ذلك عندما نتحدث عن 2005 نحن نرى بأنه لم يكن لدينا قبل ذلك لم يكن لدينا فيسبوك لم يكن لدينا كل هذه الوسائط ولم يكن لدينا كل التعقيدات اليوم متعلق بالتضليل الإعلامي المقصود أو غير المتعمد ونظراً لتطور السريع للتكنولوجيا هناك أمر تحدثنا عنه سابقاً في الجلسات السابقة ألا وهو الذكاء الاصطناعي التوليدي فأن جميع المؤسسات تواجهوا صعوبة في مواجهة هذه التحديات وأعتقد أنه علينا أن نوفر العناصر الملائمة لتناول هذا الموضوع من كافة جوانبه إذن عام 2003 وعام 2005 كان لدينا بعض المشاكل التي نواجهها اليوم ولكن لم يكن بإمكاننا أن نتكهن مدى تطور هذه المشاكل إلى أي حد الأمن السيبراني سيتطور ليصبح مشكلة وموطنة قلق في كل سنة نرى بأن هناك نمو كبير للتهديدات السيبرانية هذه هي من الأمور التي يجب أن نفكر فيها وعندما سننظر في القمة العالمية بعد عشرين عاماً فإنه لدينا العديد من التطورات التي يجب أن نعقف على تدوريسي مما لا شك فيه بأننا أحرزنا تقدماً فيما تعلق بتوصيل الجميع ولكن هناك العديد من الأفراد الذين لا يتمتعون بتغطية ولاسباب فيما تعلق بالجيل الثالث نحن لدينا تحدي توصيل غير الموصولين بالإنترنت هذه هي من التحديات التي يجب أن نرفعها برأيي بأنه عندما ننظر إلى التحديات من المفترض أن نعود إلى الأهداف التي حددناها لنفسنا حتى نرى كيف أنه كان من المفترض أن نوصل كل مدرسة في العالم بحلول 2015 هذه هي من الأهداف التي لم نحققها برأيي بأنه يجب أن ننظر إلى المستقبل وسس دائد عشرين وننظر أيضا إلى قضية الاتفاق الاتفاق الذي عرضه الأمينة العام وننظر طرق تسمح لنا بتحقيق الأهداف التي لم نفلح في تحقيقها أعتقد بأن هذا الأمر مهم جدا أعتقد بأنه مع التطورات التي تحدث في العالم فأن الأمور قد اتفقوا في المستقبل أنا أود أن أعلق قائلا بأن سيد سير جون ويتينغ ديل هو الذي يتحدث إذن نحن علينا أن نحرص على أن يكون هناك هيكلية للحوكمة للإنترنت بشكل تسمح لنا بمواجهة التحديات المتعلقة بتطور الإنترنت ولكن في الوقت نفسه يجب أن نتمكن من تسخير فوائد التكنولوجيات هناك طريقة يمكن أن نقوم بها يمكن أن نتتبع في هذا المجال يجب أن ننظر في العملية الأولى لألويسس وبالإضافة إلى ذلك فأنه يجب أن نشدد على مسائل مثلا مثل توصيل كافة المدارس ونسبة المدارس الابتدائية وتوفير هذه التوصلية لكافة التلاميذ يمكن أيضا أن نقوم بتشخيص المشاكل التي نراها على الإنترنت عفا استخدام الإنترنت من أجل تشخيص الأمراض وغيرها من المسائل التي يمكن أن تعود على البشر بالنفاع وكلها تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وكل ذلك يصب في خانة استفادة كل العالم من تطورات الإنترنت الميسرة كيف يمكن للويسس أن تتمكن من معالجة التعقيدات المتأتية من تطور تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من تكنولوجيات المتصلة بالذكاء الاصطناعي نظرا لسرعتها إذن كيف يمكن أن نعالج كل هذه المسائل عندما نصل إلى مؤتمر الويسس شكرا أنا سأعطيكم طريقتين في هذا المجال وأنا أعتقد بأن تكنولوجيات الذكاء الاستماعي والتكنولوجيات المرتبطة بها هي التكنولوجيات التي سيحتاج إليها مجتمعاتنا في المستقبل وهي من المسائل التي ننظر إليها ونأخذها بعين الاعتبار ما فيها التكنولوجيات المعقدة التي ستتأتى من أذكاء الاصطناعي التوليدي وعلينا أن نفهم كيف ستعمل أعتقد بأنه من الضروري جدا أن نفهم إذن هذه الخدمات وأن نضع البنى التحتية التي يمكن أن تسمح لنا باستيعاب إمكانياتها برأيي أن القومة العالمية لمجتمع المعلومات يجب أن تصب اهتمامها على قضايا الشفافية فأن هذه التكنولوجيات كلها ستتطور وهذه هي من الأمور التي يمكن أن تؤدي إلى بعض المخاطر حتى نتمكن أن نتوصل إلى الشفافية والانفتاح فإنه يجب أن نعمل على معايير دولية بهذا الشأن إذن فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتفرعة عنها وأيضا هناك قضية استخدام الذكاء الاصطناعي نرى بأن ذكاء الاصطناعي سيؤثر على خدمات المقدمة للبشر ونرى بأن الجميع يتحدث عن هذه الأمور اليوم والناس يخشون من تبعات تطور الذكاء الاصطناعي وكيف يمكن أن يحرم الناس من مواطن عملهم ولكن أعتقد بأنها يمكن أن ننظر في هذه المسائل من خلال عقد حوارات تعتمد على نهج تعدد أصحاب المصلحة شكرا الآن أتوجه إلى سيدة ماريا فرناندا جارثا ما هي التحديات وكيف يمكن للقمة أن تتطور بشكل تعالج هذه التعقيدات أعتقد بأنه عندما نتحدث عن التكنولوجيات فأنها لا تنحصر بتكنولوجيات معينة بل أنها صندوق أدوات نحتاج إليها من أجل رفع هذه التحديات وحتى نتمكن من إتاحة للجميع إمكانية الاستفادة من منافعها نحن بحاجة إلى نهج متعدد تعدد أصحاب البصلحة وفتح حوارا بهذا الشأن أعتقد بأن سنوات عديدة مضت على إنشاء صندوق الأدوات وتأتت منها تحديات السؤال هو هل نحن استخدمنا صندوق الأدوات بشكل فعال برأيي أن نهجة تعدد أصحاب المصلحة هو من الأدوات المهمة التي تضمنها هذا الصندوق ونحن علينا أن نعمل معا بدلا من أن نعمل بشكل يؤدي لأزدواج الجهود فإنه يمكن أن نحرص على مؤامة طرق العمل سأعطيكم مثلا أن حوارات نهج متعدد أصحاب المصلحة يمكن أن تؤدت إلى مبادئ منظمة الأو إي سي دي فيما يتعلق بهذه المواضيع بشكل سمح بتسخير المهارات في المجتمع التقني والاستفادة من الأبحاث الأكاديمية وكذلك من المجتمع المدناني هناك العديد من المبادرات الأخرى سواء كانت على المستوى الوطني أو الإقليمي وغيرها أعتقد بأنه يجب أن نجمع كافة هذه المبادرات ولهذا قام تألقم العالمي لجمع المعلومات بتوليد فكرة عقد منتدى حوكمة الإنترنت بشكل نسمح وبالاستفادة من كافة هذه المبادرات شكرا أعتقد بأنه يمكن أن نطل كاميرا لسيد سيبيون جين سليك شكرا أن التكنولوجيات الناشئة شأن الذكاء الاصطناعي يمكن أن تساعد على حل المشاكل عديدة ولكن بطرق مختلفة وفي الوقت نفسه فأن البكاء الاصطناعي مما لا شك فيه بأنه سيؤدي إلى تحديات عديدة واهتبارات أخلاقية يجب أن نصب اهتماما عليها وعلينا أن نعقد الاجتماعات وكذلك المنتديات لأن نظر في مسائل متعلقة بأذكاء الاصطناعي يعني برأيي أن القمة يمكن أن تصب اهتمامها على أن تصب اهتمامها أيضا في جدول أعمالها على قضايا الذكاء الاصطناعي الوسيس ستكون فرصة تسمح بمناقشة كل هذه الأمور المتعلقة بأذكاء الاصطناعي وكيف أن التكنولوجيات يجب أن تعزز الحقوق بدلا من أن تقيدها وأعتقد بأن نهج التعدد أصحاب المسلحة من الأمور المهمة جدا عند مناقشة القضايا المتعلقة بأصحاب المسلحة وإن منتدى الوسيس ومن خلال منتدى حوكمة الإنترنت يمكن أن ننشر الوعي بهذا الشأن وأعتقد بأنه يمكن أن نتوصل إلى تطوير المهارات أخذينا بعين الأتبار المسائل الأخلاقية المتعلقة بالتطبيقات أذكاء الاصطناعي نحن بحاجة إلى مساعدة الباحثين والخبراء في مجال التكنولوجيا عندما نحن نضع اللبونات الأساسية لحوكمة المساحة التكنولوجية ونعتمد على أرأي الخبراء والأكاديميين وغيرهم من أصحاب المسلحة في هذا الصدد سيدة دورين بوكدان مارتن ما هي من الأمور التي يجب أن تتضل عليها في الوسيس الكمة العالمية والمجتمع المعلومات برأيي أن الوسيس كان دائماً استطلاعياً هذه الكمة كانت استطلاعية بطريقة عملها يمكن أن نستفيد من خبراتنا الماضية بهذا المجال عندما ننظر إلى الماضي وننظر إلى العناصر التي نحن نقشناها فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي ولسيما النواحي الأخلاقية والتي تدخل في إطار الوسيس طبعاً الأمن وما يسمى بـ C5 أو خطوط الوسيس أو خطوط عمل الوسيس فنرى بأن هناك قضايا متعلقة ببناء الكدرات هذا أمر مهم جداً إن الخطوط عمل الوسيس تتضمن العديد من التدابير التي يمكن أن نستفيد منها وعندما تم اعتماد نواتج جينيفا كان من الواضح بأن هذه النواتج ستتطور مع تطور الوسيس كمنصة ولذلك فإنه ضروري جداً أن نحافظ على الطبيعة الشمولية لالوسيس ونحن نبني على أساس هذه العملية التي تعتمد على نهج التعدد أصحاب المصلحة هذه من الأمور المهمة جداً هناك قضايا أخرى قمنا بها بالنسبة لالوسيس نحن عملنا عن الـ UNDB, اليونكتاد وغيرها من شركائنا في الأمم المتحدة من أجل عقد اجتماعات في إطار AI for good أو الذكاء الاستناعي من أجل خير البشرية ونحن نتطلع إلى عمليات الكمة العالمية المجتمع المعلومة بعد عشرين عاماً من عقادها أو ما يسمى بالوسيس بعد 2025 برأينا أن هذا سيساعدنا على استخدامها كمنطلق للنظر فيما يجب القيومة به بعد 2025 شكراً نعتبر بأن منتدى حكمة الإنترنت هي من النواتج الأساسية لقمة الوسيس ما الذي ترونه؟ ما هو الدور الهام وقيمته الخاصة في إطار الوسيس؟ سيد سيبيورن كالفزيك نحن برأينا أن منتدى حكمة الإنترنت هو منتدى ومنصة يسمح بتفاعل كافة الجهات وهو أيضاً منتدى يسمح للحكومات ولمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية وكذلك مجتمع التكنولوجي إضافة إلى القطاع الخاص للتحاور فيما بينها إنه يعتمد على نهج شمولي يدور حول مبادئ مشاركة كافة أصحاب المصلحة في بناء المستقبل الرقمي إن المبادئ الأساسية لقمة العالمية لمجتمع المعلومات بما في ذلك تجيع مجتمع رقمي شامل وقائم على المبادئ والقيم برأينا أن الوسيس يجسد كافة هذه المبادئ إن منتدى حكومة الإنترنت هو منتدى غير رسمي ولا تنتج عنه أي تأنظمة أو لا يفرز أي تدابير أو قرارات ولكنه يعمل بشكل مبدع دون أن يكون محصوراً بالشكليات التي عادة تعمل على إدارها المؤتمرات الأخرى شكراً ما هو دور منتدى حكومة الإنترنت برأيك كما قلنا فإن منتدى حكومة الإنترنت يعتبر أداة قيمة جداً في جمع كافة الجهات أو أصحاب المصلحة من أجل التوصل إلى نهجة قابلة للتشغيل البيني ما يميز منتدى حكومة الإنترنت هو دوره في جمع المجتمعات المختلفة فيما يتعلق بالإنترنت والتكنولوجيا الرقمية وهو في الوقت نفسه يعتمد على نهج تصاعدياً من الأسفل إلى الأعلى وهو فريد من نوعه وأنا بمعية زملائي نعتقد بأن منتدى حكومة الإنترنت لديه قوة يجب أن نسخرها على المستوى العالمي حتى تقدم المشهورة للمؤتمرات الأخرى ويمكن في الوقت نفسي أن نحرص على نشر التوعية فيما يتعلق بدور منتدى حكومة الإنترنت دوره هو أن يكون جسراً بين جهات وضع السياسات ومن أجل رفع ما نتوصل إليه هنا إلى أعلى المستويات في الحكومات وأيضاً إلى اجتماع كومة العالمية لمجتمع المعلومات بعد عشرين عاماً من عقادها وحتى نسمع بشكل فعلي في كافة العمليات والنواتج وأن نبقى مشاركين في كافة هذه العمليات شكراً أعتقد الآن أن أعطي الكلمة للسيرجون ويتينجديل أعتقد بأن منتدى حكومة الإنترنت لعب دوراً مهماً جداً في الماضي وبرأينا منه يجب أن يستمر بلعم هذا الدور في اجتماع الوسيس زائد عشرين أو الوسيس بعد ٢٠٢٥ نحن نعرف بأنه يجب أن نعرف منهم المسؤولين عن تطوير هذه التكنولوجيات إنه قطاع الأعمال ويجب أن يكونوا ممثلين أيضاً يجب للمجتمع المدني أن يكون ممثلاً ويجب أن يكون هناك مرافقة لتطورات التي تحصل في قطاع التكنولوجيا يجب أن نحرص على أننا سنضمن مشاركة أصحاب المصلحة الأخرى بما فيها المنظمات الإقليمية والدولية ويجب أيضاً ضمان مشاركة الشبان فهم المستخدمين الرئيسيين للإنترنت نحن بحاجة التوصل إلى نواتج وذلك عن طريق دمان مشاركة كافة أصحاب المصلحة نحن لا نزال داعمين لمنتدى حوكمة الإنترنت وسنستمر في ذلك لسيما نظراً للدور المهم جداً الذي يلعبه المنتدى والذي سيلعبه في أسنوات المقتبلة الآن نعطي الكلمة لسيدة ريبتي سينة أخشى بأنني سأكرر ما قاله زملائي أن دور منتدى حكومة الإنترنت له دور مهم جداً وهو اتباع نهج تعدد أصحاب المصلحة وجمع كافة الوجهات النظر وجمعها على طويلة واحدة نرى بأنه عندما يكون لدينا مشاركات من كبير لأصحاب المصلحة المختلفين فأننا نضمن مشاركة كافة الفئات المجتمع أن التكنولوجيات تبنى من أجل البشر وهي تجلب قيمة للبشر ولذلك فأنه من ضروري جداً أن تلعب دوراً إيجابياً في حياة المجتمعات البشرية برأيي أن أيكان هيئة الإنترنت الأسماء والأرقام المخصصة للأرقام المخصصة تلعب دوراً مهمة في هذا المجال ليس هناك طريقة أخرى لتطوير الإتصالات إلا تلك التي يمكن أن نكون مواشرة نحو كافة كل أفراد الذين يقتنون هذه الأرض نحن نعرف بأن المستقبل هو بين أيدي شباني اليوم وكما قال سير جون وأنا أوافقه الرأي في ذلك فأن الشبان هم أساس وفي وسط كل هذه المبادرات شكراً السيد جون موراي شكراً لدي بأن لمنتدى حكمة الإنترنت دور مهم جداً ولا سيماً في الويسس عام 2007 عندما بدأ طلعنا على اختراع الهواتف الذاكية ونزلت إلى الأسواق كنا نتصور كيف يمكن للإنترنت أن تصهم في المجتمع وبعد ذلك كان لدينا المنازل الذكية وهكذا يمكن أن نتخيل ماذا سيكون وقع الذكاء الاصطناعي ولذلك من الضروري لكافة أصحاب المصلحة أن يشاركوا في عملية الحوكمة هذه برأي أنه يجب التشديد على عمليات الانفتاح وعلى مشاركة كافة أصحاب المساعدة أمر مهم جداً نحن قلنا بأن 70% من السكان هم يعملون أو هم موصولون بالإنترنت ولكن لدينا 30% الذين نحتاج إلى أن أيضاً يصلوا إلى الإنترنت كل لدينا مبادئ مهمة جداً تتعلق بالشمولية الشمولية مهمة جداً ويجب مناقشتها كعنصر أساسي فهو مبدأ مهم جداً وأخيراً أود أن أضيف شيئاً عندما بدأنا بمناقشة ما الذي سنحتاجه كبنع تحتية أساسية في المستقبل كلمة أهميته بأهمية الماء والأكسجين الذي نتناق الشقه فإنه وأيضاً درء تغير المناخ وكل النواتج النتائج الوخيمة المتأتية منها فعندها يجب أن ننظر في قضايا الذكاء الاصطناعي وكيف يمكن أن يساعد في كل هذه المجالات إذن فأنه عندما نأخذ بعين الاعتبار التغيرات السريعة في البيئة فنرى بأن الإنترنت أصبحت من مهمة جداً وبناها التحتية ترتدي أهمية كبرى بالنسبة لتطور البشرية وهكذا فأنها تحتاج إلى مبادئ مبادئ يجب أن نتفق عليها من خلال مشاركة أصحاب المصلحة في وضعها وفي إحاطة كافة جوانبها شكراً الآن السيدة ماريا فرناندا جارسا أنا أعتقد أن منتدى حوكمة الإنترنت كان مفيداً جداً برأيي بأن وثقة مهامه يجب تعزيزها بعد 2025 هناك العديد من المنتديات التي هي مهمة بالنسبة إليه بالإضافة إلى القمة العالمية برأينا بأن دوره سيكون مهمة جداً ويجب أن يكون ضليعاً في هذه العمليات الواسعة النطاق ويجب المشاركة بها بشكل مختلف برأيي بأن منتدى حوكمة الإنترنت وضع الممارسات المختلفة الخاصة بخطوط عمل القمة العالمية للمجتمع المعلومات فنحن نعرف بأننا شاركنا بعدة مسائل مثل المساواة الجنسانية وكذلك حياة الإنترنت وغيرها من المسائل كيف عن طريق التحادث مع أصحاب المصلحة من أجل بناء الثقة والنظر إلى وجهات النظر المختلفة والأمر الذي صب في خانة وضع السياسات الملائمة برأيي بأننا نحن قد شهدنا أهمية منتدى حوكمة الإنترنت من خلال أعماله المختلفة والآن أود أن أقول لكم شيئاً فيما يتعلق بوسيس في 2003 منذ عشرين عاماً في المناقشات الدائرة حول جدول أعمال تونس وكان هناك فقرة رقم 23 وأذكرها فأن هناك العديد من المناصرات لحقوق المرأة كنا قد كتبنا كتبنا هذه الفقرة على قمساننا هذه الفقرة رقم 23 من التزام تونس كان هدفها التوصل إلى المساواة الجنسانية في كافة خطوط عمل الوساس مما لا شك فيه بأن منتدى حوكمة الإنترنت هو يعتمد على نهج تعدد أصحاب المصلحة الآن الكل يطالب بالمساواة الجنسانية في كافة المسائل البارحة في منتدى حوكمة الإنترنت جلسنا مع الدول، مع الوكالات، مع المجتمع المدني من أجل أن نؤكد على أهمية إدخال المساواة الجنسانية في كافة ما يتعلق بما يسمى بالاتفاق الرقمي العاملي الجي دي سي إذن نحن بحاجة إلى خطة فعلاً تحدث فرقاً هنا في كيوتو نحن نطلق حملة كمساهمتنا وهي حملة منتدى حوكمة الإنترنت للإطلاق العنان لمشاركة نهج تعدد أصحاب المصلحة الرجاء أن تزوروا موقعنا الإلكتروني وتقولوا لنا إذا ما هو رأيكم في صلة ذلك بأهمية دوري منتدى حوكمة الإنترنت السيدة دورين بوكدان مارتن بالفعل أنا لا أريد أن أكرر ما سمعناه للتو أريد فقط أن أذكر أن منظمة منظمة اتحاد الدولي الاتصالات هي منظمة تدعم منتدى إدارة الإنترنت منذ سنوات ثم بالطبع مسألة رأب هوة بسوات الأنواع الجنسانية هي من الواجبات الهمة التي تقوى علينا أنا كنت في نيويورك في الجماعية العمومية للأمم المتحدة وهناك من كرر أكثر من مرة ما قالته مادلين أوبرايت لو لم تكن هناك أمم المتحدة لكان علينا أن نخترعها وأنا أقول لو لم يكن هناك منتدا لإدارة الإنترنت كان علينا أن نخترعها الآن أدعو السيد ستيفان سنر وهو سكرتير الدولة لتحول الرقم الألماني أدعو لي تنوي الكلمة شكرا شكرا سيدتي أيها السادة وسيداتي أسروني وشرفني أن أتوجه أمامكم بهذه الكلمة وكل ما سمعته حتى الآن شيء مفرغ منه وأقبله وأدعامه بالكامل لو لم يكن عندنا منتدا لإدارة الإنترنت والذي كان علينا أن نخترعه وأن نطوره وبعد عشرين سنة من أول القمم العالمي المجتمعي المعلومات في ألفين وثلاثة وصلنا إلى هذا الموعد التاريخي والذي لأول مرة مشاركون من قطاعات مختلفة من القطاع الخاص من القطاع الجامعي من قطاع التقنيات والقطاع الرابع الذي نسيته تجتمع كل هذه القطاعات مع ممثلين من مائة وخمسة وسبعين دولة من العالم حول حكمة الإنترنت وإدارة الإنترنت وأعتقد أن هذا النهج النهج متعدد أصحاب الشأن هو النهج الذي ينبغي أن يتبع وعلينا أن نتبع على نفس المنوال الحكومة الألمانية سوف تدعم النهج متعدد أصحاب الشأن في المستقبل وسنبدل كل ما في وسعنا من أجل أن يكون ذلك النهج هو النهجنا المستقبلي تحدياته كثيرة أمامنا في 2019 تشرفنا باحتضان منتدى إدارة الإنترنت في برلين حضره أكثر من خمس تلاف مشاركاً ناقشنا خلالها التحديات الحادة التي كان يواجهها الإنترنت حينها والآن أمامنا تحديات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي وصائد الألم الاجتماعية خطاب الكراهية التعليم والتثقيف على الإنترنت كلها تحديات تحدثنا عنها نعم هي معروفة ونهج الأوحد لتصدي لها هو النهج متعدد أصحاب الشأن لأننا كلنا نحتاج إلى الإنترنت في كل ما ينتظرنا وعندما نتحدث عن الحلول الجديدة ينبغي أن تناقش في إطار نهج المتعدد أصحاب الشأن ولتصدي لتحديات الجديدة ينبغي أيضاً أن نتحدث عن العهد العالمي الرقامي الذي قامت به الأمم المتحدة نحن عندنا هذا المنتدى منتدى إدارة الإنترنت ولا نحتاج إلى هايكل آخر لأن هذا المنتدى قد برهن على نجاعته وصلته بالموضوع وعلينا إذن أن نجعله من هذا المنتدى منتداً أمتاً قابلاً لرفع كل تحديات التي ستنتظرنا في المستقبل فشكراً لكم وشكراً للمين حضر في هذه الأجنة وأتمنى أن تكون نتائج نقاشتنا في الأيام القادمة تصب في نفس الاتجاه ألا وهو نعم نحن ندعم النهج المتعدد أصحاب الشأن الآن وغداً شكراً شكراً لسيد شنور أعطي الكلمة الآن لسيد بيرسا مدير الشبكات المستقبلية شكراً شكراً لك إنجازتنا في الماضي محفوفة بكثير من الإنجازات في الاستفادة من مقدرة الإنترنت وتدعاية ذلك على تكنولوجيات الاتصال والمعلومات العملية بدأت منذ 2003 منذ واسس 2003 وهذا ما ممكننا من الحصول على الحريات على الإنترنت وأيضاً سقل التكنولوجيات لمزيد من النمو الاقتصادي والاجتماعي أما نموذج متعددة الأطراف فإن الاتحاد الأوروبي دائماً دعا له ولأننا نعتبره أنه في قلبي كل أسلوب يريد أن يتصدر التحديات عندنا بالطبع مشاكل معروفة ألا وهي مسألة الموصولية والاجتماعية الرقمية والتكنولوجية في التنمية المستدامة بالإضافة بالطبع إلى الذكاء الإصطناعي وهناك مشاكل ربما قد تحمل وساماً تكنولوجياً على الرغم من أنها ليست تكنولوجية في حظ ذاتها الآن عندنا نموذج قد وضعناه في الماضي عليه أن يستمر وما قاله السيد شنور هو من الشعارة المعروفة في الاتحاد الأوروبي وهو أنه في عالم قد إن محلت فيه الحدود فإننا نحتاج فيه إلى جبهة موحدة علينا أن نضمن آلية دينامية للحفاظ على جميع حقوق أصحاب الشاء المختلفين وهذا لا يمكن أن يكون إلا أن استطعنا أن نتأقلم وتغير التكنولوجية وتغير المشاكل التي ستتصل بالتكنولوجيا وهذا هو تحدي الأكبر الذي نواجهه من خلال العهد العالمي الرقمي جي دي سي إن ويسس وهي القمة العالمية لمجتمع المعلومات بعد عشرين سنة تمثل بداية المشوار ولذلك نحتاج بالطبع إلى خرطنة نموذج متعدد أصحاب الشأن هذا النموذج من شأنه أن يقدم لنا الصغة الكفيلة بالتصدي لهذه التحديات أكثر من أي نموذج آخر حتى نستطيع بعد مرور عشرين سنة من ويسس في الاتحاد الأوروبي أن نعمل في إطار متعدد أصحاب الشأن نحتاج إلى نموذج يمكننا من ذلك إن كان هناك توافق في الآراء اليوم فلنعمل أجمعين وجمعات لتحقيقه وفي نفس الاتجاه شكراً السيد أنتونيو بيدرو السكرتير التنفيذي بالنيابة للجنة لجنة اقتصادية الأمم المتحدة لأفريقيا الرسالة بالفيديو أصحاب المعالي أصحاب السعادة أيها الموفدنا الكرام السيدات والسادة يسرني أتحق بكم في هذا النقاش المحوري وللحديث عن تحديات التي وجهها العالم في إطار عملية القمة العالمية المجتمعية المعلومات إن استعراض ما بعد ويسس عشرين سنة بعد ويسس فإننا من خلال ذلك نحاول إحياء الهدف الأول الذي رسمناه أنفسنا ألا وهو جعل نهجنا قائماً ومتمحوراً حول العصر البشري وأن يتم مواءمة هذه الأهداف بأهداف التنمية المستدامة وأن نجمع بين شتى أنحاء العالم وأن نرأب الفجوات بين الشمال وجنوب لنتحدث أولاً عن من الفجوة الرقمية في البنى التحتية فأفريقيا تبقى هي القارة الأقل موصولية بنسبة 40% فقط من سكانها الذين يصلون إلى إنترنت مقارنة من 89% في أوروبا وقلة التنافسية في أفريقيا وغلاء أسعار الهواتف الذكية يمنعهم من ذلك 40% من الدخل الشهري هو تكلفة التواصل التكنولوجيا في الأسر الإفريقية نحتاج إلى ابتكارات رقمية أخرى مثل البلوكشين وذكاء الاجتماعي ونظم المستقلة قد تمكن من تقاسم الازدهار ولكنها مع الأسف حكم فيها من طرف جهات غير أفريقية لذلك نحتاج إلى تحول رقمي منصف ثم نواجه أيضا انقساما في الكفاءات وعشرون فقط من المدارس الأفريقية لها وصول للإنترنت ثم مسألة النفاذ للتعليم العالي أيضا هو مسألة موزة والتلميذ الأفارقة لا يتمتعون إلى بستة إلى ثمانية في المائة من الحضود للالتحاق بالجامعة مقارنة بثمانين في المائة في الدول المتقدمة أو الأكثر تقدم إذن لكي نحقيق الـ 42% المتوقع بسكان العالم بعضون 2030 وهم والشباب علينا أن نرى هذه الفجوة وهذا يسأل الأشياء المستعجلة نحتاج إلى إطار سياسي محوة أمية رقمية والنهوض بالتنافسية واستجداب الاستثمارات في البنة التحتية للاتصالات والمعلومات وتحسين سبلنا المحوة الأمية الرقمية وزيادة المهارات الرقمية كما أننا نحتاج إلى قوانين ولوائح إقليمية وعالمية نحتاج أيضا إلى إزالة جميع العراقي ضد الموسولية وحماية المستهلكين والأمن السبراني وحماية البيانات التعاون ومدى مبادرة السوق الموحدة الرقمي الأفريقي بإشراف من الاتحاد الأفريقي وهو من المبادرة ستماكننا من خروج من الصوامة المنعزلة نحتاج أيضا أن نحصل على مضامين إقليمية التوائم ومبادئ ويسس وأخيرا عشرين سنة بعد ويسس تعتبر مرحلة حاسمة من أجل أن نزيد مستوى الاجتمالية والتنسيق بين أصحاب أشياء المختلفين وهذا يتوائم ومقترح الأمين العالم من أجل عهد عالمي رقمي إن اجتمعنا فإننا سنبني عالما أكثر إنصافا لصالح أفريقي والصريح العالم وأتمنى لكم النجاح في مدولتكم وشكرا شكرا استمعنا لسيد بيدرو الذي ينادي بتطبيقات ذات وقع محل ب التوائم ومبادئ ويسس ملاحظتكم نهائية الآن عندكم دقيقتان لكل واحد السيدة دورين أنا أعتقد أن النهج متعدد أصحاب أشياء هو المحرك الأساسي لأن العمليات تشاورية جماعة مسألة أساسية ثم هناك هدف آخر ألا وهو عدم ترك أي أحد خلف الركبة وعدم ترك أي أحد على الهامش في بعض الأحيان قد نعتبر أن الويسس هو أساس أهداف التنمية المستدامة نحن أطلقنا مؤخرا تقريرا يبرهن على أنه إن تم رفع التكنولوجيات الرقمية فإنه يمكن تسريع التقدم في كل أهداف أهداف التنمية المستدامة المختلفة الواجبات أمامنا كثيرة وعظيمة وأعتقد أننا إن عملنا في الاتجاه فإننا سوف نسهل الطريق نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة أسأل تينك ديل؟ شكراً أنا لم أكن حاضراً في 2003 لدى ويسس في طبعته الأولى لكنني كنت في نيويورك في الأمم المتحدة في 2015 عندما أعطيت الفرصة تناول الكلمة أساطة عن الملك المتحدة حينها وأعتقد أن الوقع على متغير منذ ذلك الوقت لا سيما وأنا نرى أن منتدى إدارة الإنترنت كان ولازال هو المنتدى الأنسب للحفاظ على عملية اجتمالية في قلب تطوير آلية عالمية لإدارة الإنترنت وأوافق زميل الألماني على أنه لا حاجة من الإتيان بآلية أخرى فالـ IGF كاف وحينها أيضاً كنت رحبت بالاعتراف بأهمية حقوق الإنسان والحرية الأساسية كقلب جميع جوانب تطوير الإنترنت بمفيدة لك إدارة الإنترنت ولازال هذا الأمر صالحاً اليوم لا سيما عندما نرى مجملة تحديات التي تواجهنا سواء تعلق الأمر بالتكائل الإصطناعي أو التضليل الإعلامي أو خطاب الكراهية أو الحقوق الإنسان والحرية الأساسية كلها تحتاج إلى نفس التأطير خارج وداخل الخط السيد يومراي شكراً البناء التحتية التي تعمل عليها الإنترنت تغيرت وصارت بعد أن كانت بناء تحتية برية أرضية صارت بناء تحتية فضائية الآن نحن نتحدث عن كيفية الارتباط بالإنترنت من على سطح القمر ومن على سطح المريخ إذن تكنولوجية بناء تحتية تطورت بشكل سريع مثل تطبيقات التكنولوجية وصائد الإعلام الاجتماعية وخدمات الحوسبة السحابية وكذلك المدن الذكية والذكاء الإصطناعي كل هذه التطورات السريعة سيكون لها تأثير كبير على المجتمعات ولذلك في منتدى إدارة الإنترنت وعملية ويسيس كلاهما سيكونان منصة الانطلاق الأساسية لهذه العملية سيدة ريبتي سينها شكرا أنا أعتقد أن هذا النقاش يبرهن على أن النموذج متعددة أصحاب الشأن هو النموذج الحاسم الذي سوف يمكننا امرأ بالفجوة الرقمية في كل أنحاء العالم وتمكنها الإيكان هي جزءا من هذا النموذج متعددة أصحاب الشأن في إدارة الإنترنت ونحن من دعاة وأيدي الإي جي أف المنتدى نحن نسعى للحفاظ بهذه المبادئ مبادئ الاجتماعية وضمان أن يستخدم الإنترنت كعميل وعامل لتغيير للصلاح والتمكين والإنصاف والنفاذ وبعد 2003 ويسس 2003 قد مرت عشرون سنة من ذلك الوقت نريد أن ننتهز فرصة من أجل أن نؤكد أن الإنترنت بعد مضي عشرين سنة هو أداة قابلة للتكايف قابلة للتأقلم إنه اجتمالي وبفضل تعاوننا اليوم نحن نريد أن نجعمل الإنترنت رمزا للإنصاف والمساواة والاجتمال والتمكين وأنا كمرأة تكنولوجية أترككم بنبرة فيما يتعلق بذكاء الاصطناعي تحدثنا عن مدى التغيير الذي حصل خلال العقدين المنصرين أعتقد أن الأمور ستكون أكثر متعتن في العقدين القادمين سوف نحن لن نتصور بعد مدى تغيير الذكاء الاصطناعي لعالمنا هناك تكنولوجيات الكمية والحواسيب الكمية والإنترنت الكامي كونتوم انترنت كونتوم سينسور كونتوم كمبيوتر كل هذه التطورات سوف تتكثر وسوف تزداد أهميتها في العقد القادمة وكما قال دكتور مورايتس علينا أن لا ننسى الفضل أيضاً لأن هناك كثير من الأمور التي يمكن أن تتطور هناك أيضاً سيدة ماريا فرناندا من اللازم أن يكون هناك نظام تصلات معلومات قبل تشغيل المتبادل لأنه هو الذي سيمكن من أعطاء فرصة للتغيير المعلومات إلى معارف حقيقية الحكومات لوحدها لا يمكنها أن تفي بمدى الاستثمارات المطلوبة لرفع هذه التحديات أي الإتيان بموصولية كاملة القطاع الخاص كان من من ابتدأ في هذا المشوار وكان شريكاً في رأب هذه الهوى ولزال فذلك وفي مؤتمر إدارة الإنترن نعتقد أن هذا هو المكان المناسب لخلق هذا الفضاء التعاوني سيد سبيرون جاسل شكراً نحن نعتقد أن ويسز زائد عشرين هي فرصة من أجل أن نعضع النظر وننظر فيما أنجزناه خلال هذه العقدين وتحديات التي رافقت هذه التطورات النرويج تدعم الهياكل المتوفرة حالياً وفي نفس الوقت تعترف بالحاجة في تحسين المتواصل للحوار فيما بيننا من أجل تصدي أوجه القلق التي تصادفنا التحديات والفرص أمامنا وهي أكثر تعاقدة من أي وقت مضى ومن أجل رفع كل هذا وذاك نحتاج إلى النهج متعددة أصحاب الشأن هذا يعني أنه إن أردنا أن نكون اجتماليين علينا أن ندعو للمشاركة كل الأصوات غير المسموعة لحد الآن الشركات الناشئة الشباب الذين ولدوا بعد نشوء هذه التكنولوجيات الجديدة والخبراء بالطبع معاً سوف نستطيع توجيه الإنترنت إلى اتجاه الذي نرجوه كلنا نحتاج أيضاً إلى أخلاقيات الإنترنت إلى المسائلة في الإنترنت ومع زيادة دور الذكاء الاصطناعي علينا أيضاً أن نطبق على معايير الأخلاق والخصوصية والأمن الحقوقي الإنسان في الإنترنت وبمأننا نتحدث عن ويفس ويفس زائد 25 ألفين ومسا وعشرين فعلينا بالطبع أن نستبق نشوء تكنولوجيات ناشئة جديدة وضمان الاستدامة علينا أن نتعهد بتقليص البصمة البيئية للعالم الرقمي على طبيعتنا منتدى إدارة الإنترنت وويسس زائد 20 دورهما هو تيسير التعاون هو فتح التعاون هو رفع التحديات التي وجه العمل في إدارة الإنترنت النرويج ترجو المساهمة في جعل هذا المنتدى الأداية المركزية لهذا العمل وذلك فإن النرويج سعيدة بدعوتها لإحتضان المنتدى في ألفين خمسة وعشرين شكراً سيدة كثيرة ميلو إن أردنا لأنهج متعدد أصحاب الشأن في ويسس زائد عشرين أن يكون نهجاً قوياً فإننا نحتاج إلى التزام ذي معنى حقيقي مع المجتمع المدني إن كان نحن في المجتمع المدني مستعدون لذلك ولكن ليس الاستعداد هو الوحيد المطلوب نحتاج أيضاً إلى دعم فالالتزام وأطراف المختلفين خاصة في عملية الاستعراض يحتاج إلى إرادة سياسية وإلى موارد مواكبة هناك كثير من الهياكل والعمليات الحكومية التي تجري ويصعب مواكبتها ولكن مهما اختلفت ومهما تكاثرت ما يهمنا هو أن يكون هناك تناغم فيما بينها نحن نحتاج إلى فضاء لكل هذه العمليات على شرط أن تكون مرتبطة الواحدة مع الأخرى حتى نخرج منها بمغزاً حقيقي هناك العهد العالمي والرقامي كما قال الدورين هناك أهداف التنمية المستدامة وهناك نهج أخرى ولكن يبغي أن يكون هناك ترابط فيما بين كل هذه النهج وإلى فساة يكون هناك تشتت في إدارة الإنترنت وكما قلت ينبغي أن نخرج بمغزاً حقيقي وموحد وهذا يحتاج إلى إيرادة سياسية ويحتاج إلى تدعيم مالي شكراً شكراً لكم جمعات وأجمعين لما قلتم سمعنا أنه من اللازم أن نسبق في طريقة نظرنا للمستقبل ما ينتظرنا ووجه تغيير الآن هو أننا نرى العالم يتكون بين العنصر البشري وكيانات أخرى قد تأتى من الدكاء الاصطناعي ولذلك علينا دائماً نبقي الإنترنت أداة متمحور حول العنصر البشري فشكراً لكل المشاركين ودعوهم لالتحاق بي من أجل التقاط صورات جماعية وشكراً قد تتعد البشري